وكأنه بيقولهم الحياة لا تعاش إلا بالرحم ده اللي لازم نفاهمه لأولادنا إن أولادنا بيتعرفوا على الحياة من خلالنا لكن مع الوقت تعالوا نرجع لحياة نشوف إيه اللي بيحصل تصرفاتنا واللي جزء منها ساعد ليبقى العنف والإزاء النفسي واللي حوالينا كمان بيبقوا مدركين ده والأولاد طبعا عارفين ده ده ممكن يستمر لوقت طويل لحد ما الأولاد يكبروا فيفدأ ننقش في أولادنا معالم سيئة جدا جدا لحياة زوجي فعلى سبيل المثال إحنا لاحظنا كده وبقول دي ممكن نعتبره انطباع مؤهل إن هو يبقى بحث علمي إحنا لاحظنا في مركز الإشارات الزواج في دار الإفتاءة المسارية إن 80% من المشكلات الأسرية سببها أخطأ في التنشئة فلما منشوف زوج بيمارس العنف مع زوجته بالتحليل بنلاقي إن الشخص ده كان عنده مشكلة في التنشئة إما هو كان بيمارس العنف أو بيمارس العنف عليه وإيه اللي حصل أما العنف ده كان بيمارس على والدته قدامه أو هو شخصيا كان والده بيمارس العنف معاه فأصبح العنف شكل من الأشكال تكوينه الشخصي وشكل من الأشكال معرفته بالحياة فبقى هو عنيف لأن الحياة طبيعي أن الناس تتعامل بالعنف ده قرب الناس إليها كانوا بيمارس العنف أنا شفت الحياة من نافذة العنف لكن حدث النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده قال لنا لازم كل واحد حدث النبي حط موضوع مهمة أو أعصاد عنينا وكانه كان بيسر مثل السور للأباء والأمهات التركيز ركزوا ركزوا وانتبهوا ما فيش حاجة غلط توصل منكم لأولادكم كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعياته انتبهوا تيقظوا فالرعاية مش بس رعاية مادية الرعاية كمان معنى واسع قوي هنفضل نقول إن الرعاية معنى واسع قوي يشمل كل ما يتعلق بأولادنا حتى قلبهم حتى أفكارهم أنا لازم أحافظ على أكسادهم وحياتهم المقاصد الخمسة لازم أحافظ عليها حافظ على أكسادهم حافظ على عقولهم حافظ على قيمهم ومدينهم حافظ على أعراضهم حافظ على أموالهم هو ده فحافظ على ده وحافظ على شخصيتهم من التصدع والكسر واللي بيحصل إن الكسر والشروخ الداخلية الشروخ صعبة أو 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 إننا نتعامل معا وسوق دردتنا للخلافات دي من أهم الأشياء اللي بتعمل الشرخ داخلي وتصدع لدى الأولاد عشان كده من أهم أسباب التصدع اللي بتحصل ظاهرة اسمها الاستقطاب المنزلي البروريزيزيشن استقطاب منزلي الاستقطاب ده بيعمل إيه؟ بيحصل إن الأب والأم لما يتختلفوا كل واحد منهم عايز ياخد الأولاد نحيته فيبقى كل طرف عايز يكتاز بالأولاد والأولاد ينحازوا إليه فياخد الأب والأولاد كده شوفوا هي بتعمل لي إيه؟ أنا بعمل ده كله علشانكم وهي مش معدرة ده أنا خلاص بقي التعبان مش قادل هو مش بيكون ساعات بيهيأ الأولاد عشان هو يروح يتجاوز تاني هو حاسس إن هو كده بياخد حقه والأم تشوفوا أنا محدش كسرني محدش ده نساني إن أنا نساني إن أنا أنسة فلو عندها بنت اف شوف البنت حيص الله والعزب الله تحس إن إيه؟ إن الرجالة بيفقدوها هويتها فتكره الرجالة فعيش الأولاد في صراع ما بين الجبهتين ويحسوا بالتمزيق والتشتت نروح فين؟ إذا كان المكان الآمن بتاعنا اللي هو البيت والأشخاص الأمينين بتوعنا الأب والأم بقى هم مصدر التهديد ومصدر الخوف البيت بيتحول إلى بيت أشباح مليان مخاوف مخاوف جاي مصدرها من الأب والأم وساعات الأباء مقلوب مهاتهم ميشوفوش كده ساعات لما الأولاد بيقفلوا الأبواب بيقفلوا الأبواب عشان يجيل وشفش منهم السموم بتاع الأباء والأمهات أوى الله بيقفل نفسه عشان لها عدوى ولما بيكبروا ويتعاودوا على التجاوز بيقولوا كده لأهلهم الأمر بيزداد بقى سوء لما يمارس أي من الطرفين اللي بتززل عطفي بقى عشان ابنه ينحزق إليه وبين كل واحد فيهم إن الطرف الآخر هو المزنب وتتحول البيت إلى ساحة محكمة حتى لو مرحناش المحكمة فالأولاد بيتحولوا إلى قضاء فالأباء والأمهات يزعلوا لما يشوفوا الدنيا سودة إن القضاء اتدربوا وتعلموا زي يفصلوا ما بين الناس ويحسوا إن اللي بيحصل ما بين الناس ده أمر طبيعي الأولاد من بيكونوا شكده إحنا طلبينهم يكونوا قضاء ويفصلوا بينهم وبين والدتهم وهم لسه بتعرفوا على الحياة ويبدأ كل طرف في تشويش سورة الطرف الآخر اللي هو نفيذة الحياة ويظهر إن هو الشعور بالمظلومية بإن ضحية فتبين الأم إن هي مقهورة ويبين الأب إنه مظلوم وده تأثيره بيبقى وخيم كده على الأولاد أول حاجة الأولاد بيحسوا أقول لكم حاجة من أكتر الحاجات اللي بتحس سألواحد إن هو متعري سورة أبوه أمه فبيفقدوا الثقة في الوالدين على فكرة أقول لك حاجة أيها الوالد العزيز أيها الأم الرؤوم أنا آسف يعني لما أنتم بتعملوا كده أولادكم مش بيحسوا إن أنتم أفضل فيستطيعوا إنهم يتغطوا بيكم هو بيحسوا إنهم تعروا لأن كل واحد فيكم بيعطيه جزء من السياب السياب لو قطعتين قطعة بيتبقى أميص وبنطلون فالقلوب كده برضو سترها بيكون من القطعتين مش هينفع إن واحد فيهم يتعرق يعني منفعش إن واحد يمشي بقطعة واحدة هيبقى عريان برضو نفس الشعور اللي عنده هيبقى عريان فهم بيحسوا برغبة آيات كتيرة في الانتقام لصالح المظلوم وصالح الأم فيكرهوا الأب وعايزين ينتقموا منه